كلام ده من مطعم تفويلة من صفحة مطعم تفويلة اي شخص شغال في مكدونالز واناوي ان شاء الله انه وقف شغل معاهم يكلمنا وان شاء الله يعني خلاصة الكلام انه هما بيقولوا انه اي حد شغال في مكدونالز وعايز يسيبهم للأسباب طبعا احنا طبعا عارفينها يجي يشتغل معانا بمناتب كوي طبعا انت عارفين دوقتي انه في دوقتي مطاعم معينة بتدعم حاجة معينة في مكان معين وهو مكان قاتي بابا جونز، ماك، بيرجر كينج، بيتزا هاك، كيف سي، سنيكرز، دانكن دونس، ستارباكس، بيبسي، ليز، تويكس واخرهم دومينيز بيتزا الاثناشر مطعم دوله مفهوض دعموا القضية من الناحية التانية من الجانب التاني ونخلي الكوس مفتوح لانه هما لسه هيزيدوا النهار ده جاي الكلمة على ثلاث نقاط مهمين جدا جدا اول حاجة موقف تفويلة او موقف مطعم تفويلة انا جاي هنا ادعم موقف تفويلة وبيشدة فكرة قصة ان حد ما شغال في مطعم زي ده هو فعلا ما عرفش نمي يكتشف قول خلاص انا عايز اسيب الشغل ده فبدل ما عدت في البيت لا مطعم تفويلة بيقوله تعالى وهنا تديك مرتب كويس واكيد كان مش مكدونالز بس لا ده مكدونالز والاثناشر مطعم اللي انا قلت عليه فهنا نقدر نقول لتفويلة شابول اللي انت عملت وزي ما انا يعني الناس بتقول ان انا مؤثر داخل في 700 الف فلورز ويعني خلاص بنكمل عن مليون فلازم اطلع اتكلم على الحوار ده وادعم تفويلة جدا في اللي هو عمل واشجع كمان المحلات التانية او العربيات حتى التانية او اي حاجة تانية ان هي تاخد كمان الناس اللي هي عايزة تسيبي المحلات دي او تسيبي الـ 12 مطعم دول اللي هم لحد دلوية 12 مطعم دي النقطة الاوانية النقطة التانية هل انت لازم تقاطع اصلا فعلا الـ 12 مطعم دول ولا المطاعم اللي هي اللي دعمت دي فهي هناك في حتة معينة لكن هنا دول مطاعم مصرية بادارات مصرية في اراضي مصرية فانت ملكش دعوة بيهم وكام ده لا انا بالنسبة لي المطعم كل واحد انا عارف ان ماهج دلوقتي تريبا منزل استوري او منزل منشور بيقول ان هو لا احنا مناش دعوة واحنا ادارة مصرية وجده ولكن كلها تحت منظومة واحدة وهو لو راجل يطلع يقول والله ان انا بدعة من الناس التانية مش هيحصل فالمقطعة سليمة مية في المية وانا انضم لهذه المقطعة انا وتقريبا دلوقتي كل المصريين دلوقتي دخلوا في حوال المقطعة دي المقطعة شغالة اوه شغالة الحمد لله جايبة نتيجة اوه جايبة نتيجة وفعلا اسم فعلا ماك دلوقتي والمحلات دي بتنزل اوي في واحد دلوقتي يقول لي والله انت دلوقتي نما جيت وقفت من ماك وقفت من كي افسي وشاف جدا خلاص القضايا تحلت لها ما تحلتش ولكن انت بتاخد موقف زينا جاية دلوقتي اجيال الفيديو دا مش هامل اي حاجة خالص ولكن ايا باخد موقف بعرف الناس كلها او بعرف السبعمائة الف شخص اللى عندي ان انا والله لا انا مش حابب الموقف ده يحصل ولازم ناخد موقف او مش حابب اللي ده يحصل في اخواتنا فأنا باخد موقف والله للناس اللي دعمت الناس التانية دي النقطة ثانية اي كنت حابب بكلم فيهم واخر نقطة وده اهم نقطة فكهة الناس اللي بتطلب اردارات من المطاعم او ال 12 مطاعم دول او المطاعم اللي هي بتدعم الكيان التاني ده بتطلب اردارات بمبالغ كبيرة وما بتستلمهاش حال ده صح والغلط بصراحة انا شايف ان ده غلط جدا جدا لان بيجاب فيه مطاعم بتلزم الشخص اللي هو الديليفري ان لو الحاجة دي ما توصلتش في المعادل المعين او لأي سمة من كان فانت بتشير حقها فانت قاطع تمام ولكن ما تئزيش الناس اللي شغالي دي لان اللي جوه دول مصريين اصلا يعني انا والله ده وقت واحد مثلا شغال في ماك او شغال في كي اف سي فانا ما عنديش شغل تاني فانا مضطر ان اشتغل هنا في كبه ان لحد يطلب اردار ويستظرف معي والكلام ده عشان المقاطعة تمام علاني وعلى راسي انا وانت مصريين ولكن انا بقيش دعوة او اللي شغالي يعني في ماك ولوش دعوة انت مشكلتك مع المؤسسة اللي هي ماك كي اف سي ستاربكس دونكن دونت لكن مش مشكلتك مع الاشخاص اللي شغالين جوه اول حاجة ادعم تفويلة جدا جدا على اللي هو عمله شابوه جدا جدا لتفويلة نفس ان بقية المطاعم كلها تعمل نفس اللي عمله تفويلة بالزبط تاني حاجة ما تستظرفش مع العمال اللي شغالين في المطاعم دي او بتعود دليفري او تطلب اردارات بمبلغ كبير وتضيعوا الكلام ده قاطع وخلاص ثانت حاجة المقاطعة مهمة جدا جدا انك توصل رسالة رسالة انت بس مش راضي على الوضع اللي موجود ده كل 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 الدعم لاخوتنا